لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هالدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد منقول مرحبا لكل قراء ويبسايت الفانو كل مشاهديننا ببرنامج ما بدا هالقد حلقة جديدة وخاصة لأنها الحلقة مع شخص عزيز عزيز كصداقة بيني وبينه وعزيز كفنين كتير كبير وكتير مبدع جاية كتير من الفنانين إن كان من الجيل القديم ياما من الجيل الجديد شهر كتير من الفنانين يمكن أكتر غنية بتعرفوها هي بدي دوب لإليسا كان هو أول من وزع أغاني هيفا كتير من الأغاني وعمل كتير من الأغاني لكتير من النجوم يلي بتعرفوه مثل عاص الحلينة رمي عياش عبير نعمة وغيرهم 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 وتعامل كمان مع ناس من الغرب مثل خوليو إيجليسياس وغيرهم من النجوم يلي رح بحكي عنهم اليوم اكتر من هيك بدي اقول انه هو موزع بارع انه هو سهل الممتنع يعني يلي بنسمع له غنيته من ردداء ومن حبه بقلبنا وبيعقلنا من حبه عاطفيا وتقنيا كلكن عرفتوا اني عم بحكي عن جاماري رياشي مونجور جاماري مونجورين رح ارفع الكلفة وعيت لك جاماري لانه مرسي على المعنى استاذ مايسترو وهيك خلينا اعدي هون بستوديو عندك استوديو الحلو اللازيز المرأ وفي كبار الفنانين يعني من استد فيروز لا هلأ مؤخرة من سجل اخر شي دفويس كيتستان والصغير والعمر هو مارح كان رامي عياش هون قبله كانت لطيفة في كتير اسم الله اعديم بالمكتب كلها جويز جو ماري دعم معنا وي فقط ليك بوقت نحن باللبنان او بالشرق ما في مردود مادة للحقوق الفنية يعني احنا المردود المعنى وي على القليل على القليل نقدر يكون عنا مردود معنى وي ولانه هيدا ليش ما في مردود مادة يعني ما في غنية الى ممردود مادة يعني اليوم انت قلت مبروك مبروك يعني انا بتذكر ادي حطيت بدي دوب انا ادي زعتها على الامتي في وقتا انا ما بدي احكي على القديم ما بدي احكي انا بدي احكي بالعكس مبروك انا بدي احكي عن مبروك 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 ادي بتمروك بالعالم العربي هالغنية كل يوم لأساسم عذاب بتشوفي رجع علي بالسنة من الساسام المعتبر احكي تجربت لهم المشكلتك معظة بصرح يعني الساسام عندما يلمه لم يسأله للعالم عن شو ما فيه كونديكتور ما فيه كونديكتور هذا ظلم ما لك الا الساسام في فرنسا هذا ظلم هلأ سجلت بفرنسا من فرنسا بيجي مظبوط أنا راح نقل لك شكواك لأ هناك و سمن راحبيني ونشوف شو القصة لو بده تشت لو بده تشت عم باخد من طرف واحد طبع أيام الياس ناصر كان يجيك حقك؟ لكي شوفي لازم أنا كتير متقدم ومطلع بقصوص الحقوق الملكية الساسام اللبناني يعني ساسام أل يعني أيام الله يرحمه الياس ناصر وهلأ أسامة ما عندن بوفور ما عندن إدراء ما عندن سلطة يعني هاي دي جمعية هي بالاسم بالواجهة مع الله يرحمه الياس ناصر كانوا سموه أبو ملحي ما عندن سلطة يعني اليوم أنا عندي مطاعم وبدفع للساسام لك شفي شي مرة فكريك الساسام قالولي شو بتزيع أغاني طبع أنا ما بزيع اللي أغانية بالمحل مثلا حلوة الفكرة لك بركي هلأ شوشو يمكن تتنظم بيرجع ليش الحال لأجعله جوائز أيها الأغلى لقلبك شوفي كل جايزة هي هي كل تقدير هو حدا فكر فيه أو لفطله نظره أو دينته في شي ميريكس بيني في ميريكس في تنين ميريكس واحدة منهم كتير بتعنيلي اللي هي حبيتك أنا عن لحن حبيتك أنا توزيع رائع توزيع لحن هي لحنة كمان هاي غنية بفتخر اني أنا ملحنة لأنه ما أنه لحن عادي لحن فيه شغل فيه كذا شقفة فيه كذا سرعة فيه كذا وزن وأنا بحس رامع هيش أكتر واحد بخاطر بهذه الأشياء شوفي الفنان ما بيخاف من شي صعيب برحة كتبت شالي على فيسبوك علقت رديت على جمال فياد ما أعرف كين عم يقلي إنه هايفا والله في وفا عند هايفا زكارتك إنه الفضل اللي قاله إنه أنت بتغني مضبوط مضبوط علق بدنا نحكي كده فيه يا يالك هيدا الشي بنقص عند الفنانين الوفا قلت له أنا الوفا بالصداءة شي والفن شي تاني اللي بينقص عند الفنانين اليوم هو الشجاعة الشجاعة الفنية بده هل قدي أنه يذكر أنه جامع لا 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 مش الزكر لا لا أنا ما بيهم اللي بينقص اليوم بالفن الشجاعة الفنية إنه يجي فنان يكون عنده جرأة يطلب شي ما حدا مغنيه من قبل اليوم كله بده تلات دقات كله بده شو عم تعمل لما عملت عيشالك أنا لأليسا سنة 2003 نزلت حملناها قبل بسنة كله لما نزلت الغنية هيدا كان تحدي انه كيف هالغنية مش درجة وما فيها تدرق طبلة وما فيها إقاع شرقي وشو عم تعملوا هيدا مش رح تنشي الغنية وهي هالغنية اكشلي اللي حطت اليسا بخصوصا بدخلتها على مسل كان فيه شجاعة من اليسا طيب كنا عم نحكي عن الوفا هلا طبقا انا الوفا انتظر ما فيك تقول انه هيفا مش وفية اكيد بالعكس بالعكس ذكرت جون ماري رياشي يعني انتبه اوكي هلا انت كمان قيمة كتير كبيرة هي بتكبر تذكرك اي انا بالعكس وهي ما فيه تذكرك اوكي تفكري انه انا كتير ببساطة فيها مش شوي وهيفا هاي الحقيقة لانه هيفا انا في صداة انا وياها وخبك القصة اللي ما قالتها هي على التلفزيون يعني كم بلا هيفا كانت سهرانة كان عندي كلاب انا وكانت انا اعزف حتى انا كنت بعدني مبلشت التوزيع الموسيقى يعني انا ما كنت بعدني موزع موسيقى لما عطيتها لما عطيتها النصيحة كنا عمل بعض اه حبيبي عين اعطيتها الميكرو شو قالت بس 300 واحد بالمحل اذا بخبري كيف كونسير كأنه شايفوا مين اهم ارتست عنده قلت الله انت لازم اغني هايدي عم خبريك سنة 96 انا اول غنية عملتها لاليسا كانت التسعة وتسعين لما عملت بدي دو قالت لي ايه بعدك عندك كلمتك انه غني قلت الله اكيد عملناه لوقتها اقول اهوات بس هي بعدها بدايناتها هي زكية وهي نجحت مش لانه انا قلت الله لانه مسابرة لانه زكية وشاطرة لانه مستسلمات حربوها كتير وضلت ماشي انا بالعكس بقدة بس انا كنت بتمنى هلا انا هالمساج مش له هايفة عم بحكي هايفة من الناس اللي شجاعة بالفن دايما ايه 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 او قدت تخطو زيعة رامي بس انا المشكلتك هال الفنانين اللي اللي نجحوا وعملوا نجاح معنوي ومادي كتير كبير بعضهم عم يقدموا موسيقى عاملين منها من 15 سنة اجدد اهي زيتا اجدد يا ريتي زيتا اجدد يعني بتسمعي اغاني قبل فاكريون اجدد من اليوم هايدي هايدي بيزعلني الموسيقى تطور خلينا نشكر هايفة على الوفا لان هايفة كمان معي وفيك من الواحد بالمليون الاوفياء هاي حبيبة تقلل ونقول ما بدا هالقدلة بقى الفنيني بتاعتها نحكي عن الشجاعة الفنية ما زالها نحكي ما قبل وبعد واذا عملوا شي جديد رح سميلك وانت كإنسان عندك خبرة بالموسيقى وعندك زوق وهنا اكيد رح يتقبلوا هالشي تعطيني برأيك وائل كفوري جدد وائل كفوري لما تذكري ما رأى فترة غنى اغانية اللي هنا كانوا الحان سمير سفير ونجح فيهم بعد فترة اختفى شوي تتذكروا رجع ب رومانسي رجع بعمري كله والقصص اللي عملوها طارق ابو جودة وهادي شرارة هيدا كانت جديد كتير من لوائل وعمل له نقلة ممتازة انا بشوف وائل هلا مؤخرا صار في كتير تكرار موسيقيا وائل في صوت وفنان ونجم كتير كبير بس وائل بعده صغير يعني بعده بيوحي بشخص ترندي بشخص لازم يكون هو قائد بالموسيقى يلحقه يفرض نوع موسيقى جديد هو يمكن برأيه عم بيجدد بالكلمات انه عم بيخترع مواضيع جديد كتير منيح بيجنن بس الموسيقى كتير عم تتطور طيب راغب علامي شوفي راغب من اذكى الفنانين اللي قبلتهم لحياتي ما في اذكى من هيك شخص والدليل قديش تاريخه نجوميته اكتر حدا اليوم موجود يعني الاستمرارية استمرارية انه بيختار الشي اللي بينجح فيه لما نقول شجاعة بس ما لزي مكون انتحار اكيد يعني الشجاعة انه فنان اليوم ان شاء الله بيسمعوا كل كلمة انا رح خبرك اذا فنان اليوم عنده مصار يفوت عالستوديو يجرب خمس اغاني ينقى واحدة منهم واذا نقيت رح رح ترجع له ما تقول خمس اغاني بضربه شو بيضره يجربه ما عم يجربه هاي المشكلة راغب يختار الشي اللي بيلبق له مع انه انا يريت اليوم وانا هلا ببلي راغب يعمل مشروع موسيقى يعني اليوم راغب بوصل لمرحلة مسموح يقدم موسيقى مشروع موسيقى مختلف يكون يقرر ان احنا بدلنا نعمل طعف انا من كم سنة هلا بخبرك انا عملت غنية اسمها سحارا العرب كم مشروع رحت عخمس بلدين سجلت الغنية كلها بالآيفون والآيباد بالصحرة من اصوات طبيعية وغنيها حدا مش معروف تعرفت لتقيت في بسلطنة عمان يعني اليوم فنانين بيكبر راغب ليش ما بيعملوه مشروع أركسترالي ليش لا مع أركسترالي ليش ما بيجي بيجيب موسيقين من هون ومن هون جرب هو مؤخرا شفت له غنية ما كتير حبيتها ما حدا تركي او حدا شي هيك يعني عمل محاولات بس راغب زكي بيضوع الشي اللي بينجح ككوميرتيال بس لازم يعمل بهك اسم يعمل عمل فني مش تجاري يضل التاريخ يقول لك شو عمل هال أليسا هلا أليسا سمعت له اخر شغل احبيت الموضيع اللي عم عم تختاره كينا موسيقى جاملين موسيقيا شوفي اذا ما بسمع شي اذا ما تعلمت منه ما بيعني لي ما تعلمت شي نانسي 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 كتير محضوم شو عم تعمل في عنده اشي كتير حلوة في كيم غنية عمل ايوان هادي شرارة كتير حلوين كتير كتير حلوين حبيت شو يعني عم يطلع من نانسي اشي كتير اوريجنال موسيقى موسيقى ايه شو حلو ايه شو حلو فارس كده هاي اغر غنية محضومة اغر غنية محضومة فارس بده شوية شجاعة بالفن فارس ما حدا ما حدا عنده الانرجية اللي عنده اياها بس بده شوية شجاعة بالفن عاصي الحلاني عاصي صديق ولا احلى من ايك نفسية باخر البام كان عندي لحن اسمه رجل بصراحة بصراحة كنا انا ونزارة كنا على التليفزيون مع عمونا ابو حامزة وطلعت الفكرة وعملنا الغنية ونزلناها عندي عطب على عاصي بشغلي انه يسمى الحان غير الحانه ما هو اذا ما هي اللي بسير يلحن لحاله يمكن عنده اشي كتير حلو وانا ملحنه غنية بطير بفتخر فيها اسمه يمكن بس بس عاصي انا مثلا مع عاصي نعمل شي مشروع نطور الغنية البعالبكية نطورها ندخر فيها نعمل موالك هون اخوة اوه شو حلو ايه وهي دي هاي فكرة بس هيدا بده قرار انه يجوع مريتا عن عمل هيك ما بده هل قد ما بده هل قد انا بدي اشكرك اكيد بدي اشكر كلينجو اشكر جورج عطي على الكواف فوقر الحلوة اشكر ماجي فارس على الميك أب الحلو كم معكم قدام الكاميرا هلال مرحب لا تجن ولا تحتد يا اخي ما بتحرز هل قد في اشياب هدني اصعب ما بده هل قد صدقني صدقني ما بده هل قد